أولى صاحب السمو الشيخ سعود بن ساقر القاسمي عضو المنجلس الأعلى حاكم الإمارة حفظه الله اهتماما كبيرا بتنمية رأس المال البشري فمن خلال دائرة الموارد البشرية تم تمكين المرأة العاملة ورعايتها وذلك من خلال عدة قرارات وتوجيهات من سموه وتم إتاحة فرص توظيفية كبيرة ومزايا متكافئة للمرأة العاملة وتم تعين المرأة في مناصب قيادية وإشرافية والآن عندنا على المستوى الإشرافي وكذلك على مستوى الإدارة الوسطى 60% من القيادات هي قيادات نسائية وتم تهيئة بيئة العمل لتكون أكثر مرونة لاستيعاب احتياجات الموظفات والأمهات وتم إقرار كذلك العمل عن بعد وتم إدخال أحدث وأرقى الأنظمة الإلكترونية في إدارة رأس المال البشري ونحن في حكومة رأس الخيمة نستخدم نظام الساب العالمي وهو يعتبر نظام رائد جدا في إدارة رأس المال البشري وتخديم الخدمات الذاتية للموظفين تم استقطاب أفضل الكفاءات المتخصصة من خبراء ومستشارين وخصائيين من الخارج للعمل على نقل التجارب المميزة وتطوير المواطنين لاكتساب الخبرات اللازمة وهناك أنظمة متطورة جدا لقياس الأداء والإنتاجية في العمل من أجل أن تكون الحكومة فعلا حكومة ذات كفاءة عالية وقادرة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معها تأسست هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة بمباركة ودعم من صاحب السموم الشيخ سعود بن صقر القاسمي في عام 2015 كذلك تدير الهيئة مجمع حفظ الآليات بمنطقة السعدي الذي يتسع العدد 15 ألف مركبة مما يجعله الأكبر على مستوى الدولة كما تدير الهيئة عددا من الشراكات الهامة جدا مع مؤسسات عريقة بالدولة منها مؤسسة إينوك للتسجيل حيث تم إنشاء أكبر محطة فحص مركبات في الدولة وتم فحص 166 ألف مركبة خفيفة تمكنت الهيئة من عقد خمس مؤتمرات علمية عالمية خلال العشر سنوات بمعدل مؤتمر كل سنتين ووفقنا كذلك في هذه العشر سنوات بأن في إمارة رأس القيمة أصبحت في محمية المزاحمي اللي هي معنية بالأراضي الرطبة ومعنية بالحيوانات مثل السلاحف البحرية والطيور المهاجرة ما يخص الكهوف البحرية لعددها ألف كهف من الكهوف هذه البحرية على سواحي الإمارة في ست مناطق مختلفة وكانت بتوجيهات حكومة رأس القيمة أنها تساهم في إسعاد الصيادين بزيادة محاصيل الصيد عندهم كذلك خلال العشر سنوات اللي مرت تم إنشاء مختبر متخصص بيئي في الهيئة معني بالدراسات البيئية وهذا المختبر حصل على شهادة الآيزو تسعة آلاف وواحد والحمد لله نشرنا قرابة لاثنعشر بحث علمي متخصص في مجلات علمية عالمية وقطاع الصناعي عندنا في الإمارة هو متميز ومحافظ على البيئة كان هناك اهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ سعود مصقر القاسمي بالبيئة المحلية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود مصقر القاسمي الحاكم لمارة أطلقت الدائرة دوريات راقب التي تعني بالمحافظة على البيئة وتطبيق قانون نظافة العامة الدوريات هذه بلغ عددها مؤخرا إلى 30 دورية تجول جميع أنحاء الإمارة شمالها وجنوبها ومن ضمن المشاريع التي أنجزتها الدائرة طريق جبل جيس على امتداد 36 كم إلى أعلى قمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي الوجهة السياحية المحلية والعالمية ومن ضمن الإنجازات الأخرى افتتاح أكبر مصنع لفرز النفايات في إمارة رأس الخيمة وبساعة 600 طن يومياً الدائرة اهتمت بإطلاق أول خريطة مسح مباتي للإمارة تشجير شارع الشهداء في إمارة رأس الخيمة أيضاً حظية اهتمام من رئيس الدائرة الله يحفظه وإن شاء الله نعدكم بالمزيد من الإنجازات في الفترة القادمة وترقبوا التحول الذكي في خدماتنا المميزة إن شاء الله استراتيجية رأس الخيمة وضعت بالرؤية من صاحب السمو الشيخ سعود من صقر القاسم حاكم الإمارة حفظ الله كما أبدأ سموها اهتمام كبير بعملية إسكان المواطنين على مستوى الإمارة من خلال التعاون مع جميع الجهات الممولة لهذه البرامج حيث تم تسوية ما يضارب 16 مليون متر مربع في منطقة الرفاعة و 5 مليون و 2 قدم مربع في مدينة محمد بن زايد من أهم المشاريع التي تم العمل بها خلال السنوات الماضية هي تطوير نظوم المعلومات الجغرافية حيث تم اطلاق مشروع البنية التحتية المكانية لحكومة رأس الخيمة كذلك البواب المكانية لحكومة رأس الخيمة الخارطة الحرارية ربط المباني القائمة بمنظومة المعلومات الجغرافية ربط السجل العقاري بمنظومة المعلومات الجغرافية تحويل المخطط العام للإمارة من الأوتوكات إلى نظام المعلومات الجغرافية تم استحداث قطاع الطاقة والطاقة المتجددة تحت مضالة بلدية رأس الخيمة وتم وضع استراتيجية لهذا القطاع تتكون من تسع برامج وهم هذه المشاريع مشروع بارجيل وهو أول لائحة للمباني الخضراء على مستوى الإمارة وتم تنفيذها بشكل الزامي اعتبارا من فبراير 2020 وتم يقارب اصدار 800 رخصة بناء بنهاية أغسطس 2020 العشر سنوات اللي مطت شهدت مرتا صخيمة قفزات نوعية في الاقتصاد في العمران في السياحة في العمل الحكومي في أول لقاء مع سموه وجهني بتكون الحكومة الإلكترونية الحكومة في بتناول الجميع خدمات متوفرة عن طريق الموبايل استطعنا الحمد لله رب جميع الدور المحلية بإحدث أنظمة التغنيات الموجودة على مستوى العالم كذلك استطعنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفرق العمل إطلاق بوابة حكومة رأس الخيمة أثرين المحتوى بمعلومات وبيانات تساعد المواطن والمقيم والمستثمر على الحصول على المعلومة وإضافة 700 خدمة تخدم هذه الشرائح تم إطلاق 48 خدمة إلكترونية لإقطاع الأعمال والاستثمار في إمارة رأس الخيمة وبتوجيه هذه القيادة تم رفض جميع دوار حكومة رأس الخيمة اشتركوا في القناة